اكد تقرير صادر عن مؤسسة هيرتج الامريكية ان مملكة البحرين تعد من ضمن الدول الاكثر تحسنا في الحرية الاقتصادية فقد حققت قفزة نوعية بمعدل 23 مرتبة عالمية في مؤشر الحرية الاقتصادية تطور اقتصادي حقيقي شهدته مملكة البحرين خلال هذا العام فقد حققت المملكة قفزة نوعية بمعدل 23 مرتبة عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتج الامريكية لتحل في المرتبة الاربعين عالميا من اصل 178 دولة تم تصنيفها مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة التي شهدت تحسنا كبيرا من حيث معدلات الحرية الاقتصادية واكد التقرير ان مملكة البحرين تعد من ضمن الدول الاكثر تحسنا في الحرية الاقتصادية على مستوى دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يضعها في المرتبة الرابعة ضمن المنطقة والجدير بالذكر ان مؤشر الحرية الاقتصادية للدول يحدد عن طريق قياس ادائها في 12 مؤشرا فرعيا مندرجا تحت اربع ركائز وهي سيادة القانون وحجم الحكومة وفعالية الاجراءات والاطر التنظيمية وانفتاح السوق وفيما يتعلق باداء المملكة ضمن ركيزة انفتاح السوق فقد اشاد التقرير بالاطار العام للاستثمار في المملكة والذي يعد ايجابيا ويتمتع بالشفافية وذلك باتاحة الفرص وامكانية الوصول الى مجموعة واسعة من الخدمات المالية للمستثمرين الاجانب والمحليين الى جانب الكفاءات التي يتمتع بها القطاع المصرفي بمملكة البحرين